اتجوزها على السطوح وبيحبها من وهم صغيرين عمل اغنية باسمها وقال هكون لها دايما امير وصورة مع صديق ليها فجرت انباء انفصالهم دي كلمات كتبها امير عيد من قلبه لليلة حبيبة عمره اللي عرفها من وهم صغيرين والحد ما كبروا مع بعض وكملوا الحكاية فحبهم بقى مزيج ما بين البراءة والسزاجة حاول البعض دق مصمار في نعش العلاقة دي بعد ظهور ليلى الفاروق زوجة امير عيد في صورة مع شاب مع كلام انها هو امير لغوا الفولو لبعض بسبب الموضوع ده وانتشر خبر الطلاق على نطاق واسع جدا عمل جدل كبير خاصة ان امير عيد وليلى الفاروق من الكابلز المميزة جدا في الوسط الفني ومع هوجة الانفصالات اللي حصلت مؤخرا كان مقصها فعلا طلاق امير وليلى اللي زاد من الجدل ان سنائي تجاهل تماما الكلام عن انفصالهم لحد ما خرجت ليلة عن صمتها ونشرت صورة على ستوريا انستجرام مع عدد من اصدقائها الولاد وكتبت عليها انا صحابي الولاد اللي زي اخوتي بالزبط كتير الحمد لله عندي اصدقاء عزاز علي قوي وسؤال انا متصورة مع تامره ليه ما كتبتوش كتابي عليه وحسمت جدل انفصالها عن امير عيد من خلال تصريحات عبر اي تي بالعربي قالت ان امير عيد ما عمل لهاش انفل ولا حاجة والشاب اللي كانت متصورة معاه اتقال انها مرتبطة بي وبتعيش معا قصة حب واحد من اعز اصدقائها واصغر منها ب12 سنة ليلى الفاروق هي فنانة تشكيلية اتولدت في 1983 في القاهرة وتخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم الرسم الزيتي وتخرجت في 2006 واشتغلت عرضة ازياء لبعض الشركات ومن وهي طفلة هي مرتبطة بامير عيد حكى امير عيد عن قصة حبهم اللي بدأت من سنين طويلة اتجوزوا في الظروف صعبة جدا وما كانش مع امير وقتها اي فلوس ما كانش عارف يشتري شقة او شبكة لكن قادر في الاخر يتجوزها بمساعدة اخوه اللي ساعدوا في فلوس الاكل وعمل الفرح على السطوح وليلى كمان كانت بنته اصول وكانت بتتكلم مع اهلها علشان يوفقوا وقال امير لازم الاهل يساعدوا ولادهم في الجواز ما يطلبوش على الفاضي انا مش رايح اشتري كورسي ولا ترى بيضة امير كان حلمه يعمل اغنية باسم ليلة يقول فيها هو قد ايه بيحبها وممتن ليها في كل وقت وقفت في جنبه من يوم ما عارفوا بعض وهم اطفال والحد دلوقتي وفعلا طرح اغنية ليلة في 2017 ضمن ألبوم نقطة بيضة قال امير في تصراحات صحفية قبل كده نعرف بعض من وحنا اطفال وكنا مع بعض في النادي واتطورت الصداقة الحب وبعدها جواز وعن اغنية ليلة قالت مراته انها كانت بمناسبة عيد ميلادها اللي بيجي بعد عيد ميلاد امير بيوم واحد وكانت متشوقة ومنتظرة جدا واتبسطت بالالبوم كله وعلى امير وقال ليلة تستحق اكتر من كده امير مش بيأكد على حبه لها من طفولة ده كل فترة بيجدد الوعد بانه هيكون لها طبعا امير راجل خطير في الجدعانة طهرة في حضنه بالسعاد من ذكرياتها المحزنة